ونروح مع بعض نشوف لقاءات ما بعد فوز الأهل موليدة 2007 على سموحة بثنائي وكل سنة طبعا عشان امتحانات نظام الامتحانات بتاع الأولاد طبعا فالتحاد الكرة مضطر ان هو يأجل ومع ذلك احنا كنا مستمرين في التمرين وعملنا مرشات ودية ما تأثرناش بشكل كبير لان كان اللي بيجي كان بيتمرن وكنت عامل جدول معين للأولاد بالتمرين سواء كان اللي بيجي الصبح أو بعض الضر كنت ببقى موجود سواء كان في الجيم برضو فاحنا ما تضررناش بشكل كبير إلا فترة التوقف بس كنا الرسم البياني بتاع الفرقة المستوى في التصعودي لكن طبعا أول مرش بعد التوقف حوالي شهر انا بقول الحمد لله رب العميل انا مبسوط من اداء ما فيش مشكلة بالنسبة للأداء هو الاداء بتاع الفرقة تاعي بس الاهضار الفرص هو الدايق نشوك طبعا الحمد لله بنحمد ربنا الأول على المكسب احنا طبعا كنا المتوقعين اللي ده هيحصل لان هما جيين صاح زامتهم لفترة التوقف الفترة دي كان فيها متحانات فالانتظام في التدريبات ما كانش بصفة دايما بالنسبة للعيبة اللي كان عنده متحان طبعا كانش بيضر يجي طبعا في الناس محافظات فعبالي ما بيجي من ال يخلص متحان في الناس وكانش يبتلحق فعدنا اسبوعين يا دوبك احنا كنا بمرة مثلا في التمرينة وكمله عشرة يبقى كويس فعنا طبعا كنا متوقعين بذلك كمان احنا نهينا الدور الحمد لله كان الكريف عالي بتاع الفريق فالحمد لله احنا كنا متوقعين ده اللي هيحصل فقالنا الحمد لله بس نطلع بالمكسب ونرتب بقى أوراقنا ان شاء الله في المتشاط الجاية طبعا احنا قلنا لهم كده قلنا لهم اللي انتوا خدتوا البطولة السنة اللي فاتت ده شيء كويس بس اللي انت تتحافظ بقى على كده ده الصعودة اللي احنا شغلين عليه وكرتوسنا شغال عليه فان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي طبعا هيبقى فيه ضغط مبريط احنا هنلعب اتنين خميس اتنين خميس فطبعا هيبقى فيها ضغط وطبعا المنافسة جامدة من الاول لغاية السابع فرق اللي بنتمش كبير فهناخد كل مطش بمطش وكل مطش بطولة فان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي والله الحمد لله رب العالمين طبعا فوز مستحق النهاردة لفرية 2007 الحمد لله طبعا الولاد اجتهدوا النهاردة وحولنا الخسارة المكسب الحمد لله بهدفين وضيعنا هدف كتير جدا كنا نطلق بهيفل سكوري النهاردة كنا نقدر نجيب خمسة ستة بس الحمد لله قدر الله مش أفعل يعني طبعا الولاد بعيد عن إحساس المباريات بقى أكتر من ثلاثة أسابيع بسبب التوقف والاختبارات في الامتحانات بس نقدر نقول إن الحمد لله ثلاثة بونط مهمين جدا في مشوار الدوري والحمد لله يعدينيها الحمد لله دي كانت تقطيط قطاع الناشئين بالناد الأهل ومشاء الله النتاج الأكثر من رائعة